مرحبا معكم كارمي شماس كيف بده يكون اليوم الاحد 3 ديسمبر كانون الاول اليوم الامر مرافقنا من برش الاسد الناري لليوم التاني على التوالي مفروض تكون الاجواء رائعة لمواليد الابراج الناري طبعا عم نحكي عن مواليد برش الاسد الحمل وايضا القوس كيف بده تكون ابراجنا بنبلش مع برش الحمل يلي نهاره اليوم ممتاز من الايام الرائعة الاوية مثلث فلكي بعده موجود ناري بين برشك بين الامر وبين الشمس طبعا مع الشمس في عنا طاقات اضافية من كوكب المريخ يعني اليوم موالي برش الحمل مولعينا بطاقات ايجابية بتقلوا تعملوا اللي بدكن ياه بتقلبوا الدني فقاني تحتاني وبتكونوا الا مبسوطين شرط ما تقسوا حالكم ما تقسوا الاخرين ما بدنا نشتغل ونخلق مشكل لحتى بعدينا بالرغم من فرحتنا نرجع بيوم تاني نقول انه اه حدنا عبي طالبنا بقصة بخطأ او باعتزار اذا استفيدوا من الوضع الممتاز لتخلصوا كل اشغالكن لتصلحوا مع احباكن برج الثور اليوم نهار طبعا لانه الامر بي مربع مع برجكن بيكون في شوية يمكن تساؤلات علامات استفهام حدا من اهلكم من عيالكن في بعض القصص بالشغل للعالم كله عم تشتغل كمانا في كتير عالم عم تشتغل اليوم الاحد فانهار متقلب ما رح نقول صعب لكن هذا اليوم بطلب منكن الكثير من المروني الكثير من المروني اليوم الاحد لانكن تعبتوا السبت شوي زيادة فتوصلوا يوم الاحد شوي تعبنين اكتر ومعقولي خلقكن يكون دايق وخاصة اقرب الناس اللي حتكن اللي معكن بيشغلكم ببيتكن فكونوا حذرين خاصة يلي عم بيشتغل تما يغلط غلطة ويزعل حدا من الزبائن او يمكن من الناس اللي عم بيشتغل معه فكونوا من تبهين برج الشوساء الامر الموجود ببرش الاسد بيساعدك لتحكي لتوضح لتشتغل منك لقلبك لتخلص عملك ليكون فيه نوع من اخدوا عطى بينك وبين الاخرين عندك قوة جذب ايجابية وحلوة بتساعدك انك تربح على اعدائك او اخصامك ما بدنا نعمل مشاكل طبعا ما بدنا نخلق اخصام واداء جدد بالعكس هالقوة الفكرية وقوة الاقنال اللي عنكنيها اليوم حاولوا تستفيدوا مننا توصفوها لحتى تبعدوا المشكل تحلوا مشكل وتحلوا اي عداوي بالشغل كتير مهمة سرعة الخاطر والتصرف ايضا بالدراسة كلكن محظوظين اليوم برج السرطان طبعا عنكن قوة ثقة في النفس هالامر الموجود برج الاسد البيت التاني بيعطيكن ثقة بالنفس وبيعطيكن قدرة انكن تكونوا كرماء يعني دايما مولي برج السرطان اجمالا بشكل عام يلي بيت المال عندن هو برج الاسد يعني دايما بتحسوا مولي برج السرطان اجمالا كرماء لسية مع الناس اللي بيحبوهن فاليوم مولي برج السرطان في دعمة ثانية اشارة تانية لحتى مولي برج الاسد يتعاملوا مع الناس منحولهم بشوية كرم يعني ما تكون عائد تكون دايقة شوي كونوا مفاتحين تفساعدوا اللي بدوا مساعدة لكن دايما ضمن احدود برج الاسد الامر بيبرشكن اجواء ولا اروع من هيك مثلث فلكي مع الشمس ومع المريخ بتخلي مولي برج الاسد اقوية امهمين عندن مركزن موقعن شو مكان عمركن حتى اولادكن لاحظوا اولادكن مولي برج الاسد مفروض يكونوا مستقويين اليوم فعززوا شخصيتن اولن شخصيتن خلين ساعدوهن لحتى ياخدوا قراراتن يتعلموا اخذ القرارات هاي دي مسألة كتير مهمة بالحياة فعلمون من هني اصغر اذا مولي برج الاسد مسألة بتتطور قرار بيتاخد خطوة بتتاخد ملف او صفحة بتنطوي وعلى امل انه تفتحوا صفحة جديدة مرج العذراء بعده الجو ضعيف هناك خمول في الجو مش عم بيساعدكن يعني اجواءكن فلكية فلككن مش عم بيساعد تحرك الامور عم بيقلكن هلأ وقت ترتاحوا مش وقت حركة غيركن عم بيتحركوا عم بيركد معلاش ما حدا لازم اصلا بالحياة ما حدا ما حدا لازم يحسد حدا او يكون يغار من حدا كل واحد عنده خارطة الفلكية عم بيمشي فيها انتوا هلأ الخارطة الفلكية او الفلك بيقلكن روقوا وارتاحوا ما تستعجلوا لحتى ما تطلع سلتكن فاضي وتكونوا تعذبتوا على الفاضي فكونوا حذرين هذا يوم متعب مخيب للامل على كل الاصعدي في اللي بده فعلا يدخل بنشاطات كتير وعديدة معقولة يزعل ومعقولة ما يفرح او تطلع توقعاته فعلا فعلا خائبة كليا كونوا حذرين خاصة مواليد اب اغسطس برج الميزان انهاروا سريع وحلو وقوي ونشيط ومسلي دعم لشعبيتكن دعم لطاقاتكن لفرحكن لقدراتكن لحتى تنبسطوا وتفرحوا وتغنوا وتكونوا مرتحين بجوكن وين ما كنتوا فمواليد برج الميزان بعتبر هذا اليوم بيطلع من ذاتكن كل الطاقات الرائعة القوية والممتازة الشمس وكوكب المريخ بيساعدوكن بشكل هائل لتحكوا لتسافروا لتتنقلوا وتكونوا اقوياء وبموقعكن وما في اي شيء ضدكن اذا مواليد برج الميزان اليوم من الابراج القوية جدا 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 وبعتبر انه تأثيرات كوكب الزهرة بيساعد مواليد 20-22 اكتوبر منروح لبرش العقرب مواليدة برج العقرب يوم متقلب صحيح لانه الامر موجود في البيت العاشر عم بيحطكن تحت الاضواء عم بيسألكن عم بيمتحنكن عم بيشوف اذا بتعرفوا عم بيشوفوا اذا عم بتكسبوا اذا عم تمسحوا بدوا يعرف الفلك بدوا يعرف بدوا يمتحنكن من خلال اولادكن اخواتكن اصدقائكن احبائكن فكونوا منتبهين فيها تكون كمان احتمال انه يكون فيه متطلبات من العائلة وخاصة من الاهل والشغل كونوا حذرين اليوم بعدوا عن المشاكل زحل بيساعدكن بشكل واضح اذا كنتوا من مواليد 30-31 اكتوبر القوس نهار كتير امهم الامر موجود في البيت التاسع بيسمح لكم انكم تنوعوا دخلوا حياتكم شيء كتير مختلف شيء كتير جديد متنوع كليا هناك فرح هناك تغيير للافضل مفروض فانتبهوا التسرع اليوم في اخذ قرار ما معناته انه عملته منيح الجو سعيد فعلا لكن هيدا معناته بدوا منكم شطارة ووعي لتاخدوا القرار المناسب احيانا كتير لما بيكون الوقت نوعيته عاطلي بيكون قرارنا يمكن شوي متسرع وسوداوي يعني اخذ من مزاجنا وبرضو كمان يمكن يكون قرار سلبي مش مش ظابط اليوم نفس الشي الجو ممتاز بديكم تكونوا هيدين لما تكونوا قرار تفكروا مرة ومرتين ما ما تستعجلوا كل النهار معكم كل هذا اليوم لتعرفوا تاخدوا القرار المناسب فترة ولا اروع من هيك من اكثر الايام حظا لكن كونوا حذرين مواليد 27-29 نوفمبر خاصة 28-29 نوفمبر طاقات كوكب المريخ تجذب المشاكل والحوادث برج الشدي الجو اليوم بيساعد فقط لتلطيف الاجواء لتبريد الاجواء شمس بموقع كتير ضعيف ما بيساعد قانونية ما تكونوا منتبهين ما تطلعوا من بيوتكم من دون اوراقكم كله اتأكدوا ما تنسوا نسيتوا الجزدين الانفاتيح اه فتحوا البورتموني فتحوا الجزدين اتأكدوا معكم كل البطاقات كل شيء وين ما كنتوا رايحين على مسألة معينة ادارة مكتب ادارة معينة اتأكدوا انه كل شيء معكم ولمان بتكونوا عم بتناقشوا اليوم لازم يكون فيه كتير اخذوا عطا يعني بكونوا كتير مارينين في التعاون مع الاخرين لانه انتوا طاقة تكون شوية ضعيفة اذا اعطيتوا هيدا الشخص المقابل لالكن شوية اه ليوني يعني اخذوا عطا بمروني بتربحوا لكن اذا كنتوا عم بتعندوا اه تخسر بكون خسرتكن كبيرة فكونوا منتبهين بالنسبة لبرشدة دلو مواليد برشدة دلو يوم معاكس اكيد لانه الامر معاكسكن في وجعة راس حدا بيوجعلكون راسكن حدا بنقسكن حدا بيزعجكن حدا بيدخل فضولي بيدخل بحياتكن الخاصة طبعا الامر بنفس الوقت عم يعطيكن طاقة كبيرة اقوياء جدا انتوا اليوم ما نقسكن شي ابدا مواليد برشدة دلو بدنا نضيف على هيدا انه في عنا الشمس والمريخ مساعدينكن من برشة القوس وايضا في عنا الزهرة مساعدتكن من برشة الميزان يوم فيكون يوم كتير باوي مواليد برشة دلو ليربحوا على خصمهم او منافسهم لكن انتبهوا نفس الوقت ما تنسوا انه الامر معاكسكن يعني فيكن تكونوا اذا رحنا على طرف السلبي احتمال اذا كنتوا معصبين ومنرفزين معقولة تختلفوا مع الناس اللي مقابلكون وبتعاملوا لحالكم مشكل فكونوا هاديين فكروا رجعوا سمعوا اللي قلتلكون الحوت موالي برش الحوت نهار طويل ما بيخلص ركد 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 تعب 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 ورح يمتد التعب لليومين الاثنين اللي جايين تانين وثلاثة الجو متعب بعزب هناك وجعة راس هناك مضيقات جسدية نفسية يمكن صحية يمكن بالشغل مطاليب الشغل يمكن تدريس الولاد في كتير اشياء عم تزعشكن وثقيلة ثقيلة بوزنه اليوم النهار ما بيساعد زيدوا علي انه كوكب المريخ ببرشكن نبتون ببرشكن يعني فيه شوية انزعاج واستياء وعدم تعاون معكن فكونوا حذرين ما تطلبوا الكثير كونوا متواضعين كونوا قنوعين بالموجود وانطروا ثلاثة ايام لبينما ترجع تتحسن الامور خاصة عشرين وعشرين شباط فبراير كونوا حذرين بختم مع مولود ثلاثة ديسمبر يلي بنتظاروا سنة نجومية سنة تقدم سنة شعبية سنة نجاح انجازات طبعا هيدا اذا انتوا بدكن ومحضرين حالكن ما تنطروا انه توصل لعنكن الامور على طبق من فضة اشتغلو لها من كل قلبكن لانه بتستاهل وبتستحق العناء والمجهود وبعض التضحيات بتوصلوا نجاحكن رح بيكون طبعا سوبر منيسب كوكب المريخ كمان رح بيكون معكم كل هيدا السنة فالتسرع والتهور ممنوع المجهزفات بسوئة السيارة والاماكن الصعبة كمان ممنوعة سنة مميزة قد تنتهي بعقد او صفقة كتير مهمة هيدا بتكون هدية من كوكب المشتري الى اللقاء تابعوني مع الابراج الاسبوعية والشهرية للمزيد من التفاصيل باي باي